لا تزال منظمة شرطة الجنائية الدولية الانتربول تلعب دور الشرطي في أيدي الأنظمة العربية كآدات ضد خصومها ومعارضيها ومن بين تلك الأنظمة يبرز النظام البحريني الذي يواصل تشكيل قضايا ضد المعارضين والحقوقيين تنطوي تحت جرائم إرهابية في محاولة لاعتقالهم في المنفى وآخر التطورات التي سجلت حول قضية ملاحقة المعارضين نجاح منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في كسب قضية جديدة خلال الأسبوع الماضي برفع أسماء اثنين من النشطاء البحرينيين من قائمة شارة الحمراء في الشرطة الدولية الانتربول ليصل مجموع النشطاء الذين نجحت المنظمة في إسقاط أسمائهم من القائمة إلى ثلاثة أشخاص وذلك بعد مداولات قامت بها المنظمة لدى الجهات المعنية في الانتربول منحت النشطين الآن السفر بحرية دون تعرضهم لأي مضايقات أثناء التنقل في المطارات الخارجية بالعودة إلى آخر ما انتهجته السلطات البحرينية ضد المعارضين مع بداية هذا العام ومطالبة الحكومة العراقية تسليم العديد من المواطنين الذين تعتقد المنام أنهم يقيمون في بغداد فيما لم يعرف مصير الشاب حسين الشهابي الذي اعتقل في العاصمة العمانية مسقط في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وسلم إلى السلطات البحرينية وفي فبراير من العام 2016 رفضت الحكومة الأرمينية تسليم المواطن فاضر راضي إلى السلطات البحرينية وذلك بعد اعتقاله في مطار ياريفان سفارت نوتس الدولي في الثاني من يناير كانون الثاني من العام نفسه بناء على مذكرة صادرة عن الانتربول والجدير بالذكر أن لجنة مراقبة الملفات في الانتربول كانت قد ألغت في شهر نيسان إبريل من العام الجاري الإشعار الأحمر الذي كان قد صدر بحق ناشط بحريني وذلك بعد أن تقدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRP بطلب لإزالة هذا الاسم